السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا ننص القراءة على كتاب لغة العربية لسنة ثالثة اكتدائي على الصفحة 35 نقرأ النص ثم نجيب على الأسئلة التاجر والشهر العظيم في عام من الأعوام جفت السماء وغدت الغلال قليلة كان تاجر كلما استحوذ على شيء من المأونة يعود بها مسرعا إلى الدار ويقول لزوجته خذي هذا الزاد إنه لرمضان وامرأته تخبئ وتقفل المخزن بإحكام في يوم والزوج في الترحال مر بالديار متسول فسألت المرأة من أنت؟ من تكون يا غريب الديار؟ أنا رمضان فرحت المرأة وقالت له مرت سنة ونحن بالانتظار نجمع وننتظر القدوم يا رمضان ثم جمعت له كل ما خزناه هي وزوجها وذهب عابر السبيل سعيدا بما وهبه الله وعندما عاد التاجر إلى الدار وشاهد المخازن فارغة صاح أينما جمعناه لرمضان بما سنسد جوع وعطش يوم طويل ردت المسكينة لقد جاء جاء رمضان فأعطيته كل الزاد الذي جمعناه بقي التاجر متحصرا على ما خسره وزوجة المسكينة تذرف الدموع أسفا على فعلتها وإذا بالجدة تدق باب الدار عشية الشهر المبارك لتقضيهم عبنها وكنتها ومكثت تنظر إليهما حائرة وما إن حكى لها ابنها الموضوع حتى ضحكت وخاطبته لائمة عجبا لك يا بني فكر قليلا فيما حدث فالله الذي رزق هذا السائل المعدم سيرزقك أنت أيضا من حيث لا تحتسب إن صبرت ورضيت ورمضان كريم يهل علينا ببركاته وخيراته ثم إنه كان الأجدر بك أن تتزود لشهر العبادة بالتقوى وفعل الخير لا بالطعام أحس التاجر بالندم وفهم أن قيمة هذا الشهر العظيم لا تكمن فيما تحمله الموائد بل بما تقدمه الأيادي من أعمال صالحة وبما يغمر القلوب من إيمان هذا هو النص الآن نتوجه إلى الأسئلة وفهم النص هناك كلمات الجديدة وهبه أي رزقه ومنحه وهبه الله أي رزقه الله المعدم الذي لا يملك قوت يومه هو الفقير المعدم هو الفقير لا يحتسب يرزقه الله من حيث لا يحتسب أي يرزقه الله من حيث لا يعلم لا يحتسب معناه لا يعلم هنا يقول سؤال ابحث في النص عن معنى كل كلمة نبحث عن معنى كل كلمة كلمة تحصل نشوفوا النص قال كان التاجر كلما استحوذ أي كلما تحصل على شيء من المؤونة تحصل معناه استحوذ تبكي تبكي وكانت المرأة الزوجة والزوجة المسكينة تذرف الدموع معناه تبكي إذن تبكي هي تذرف الدموع معاتبة قالت الجدة معاتبة وخاطبته لائمة معناه معاتبة معناه لائمة ما تنتج الأرض من ثمار ما تنتج الأرض من ثمار وغدت الغلال قليلة ما تنتج الأرض من ثمار نقول هي الغلال هذا جمع مفرد نقوله غلة مجموع نقوله غلال الآن قال سؤال أقرأ وأفهم هذه القصة هل هي مضحكة أم حزينة أم تحمل عبرة هذه القصة تحمل عبرة فيها عبرة ما هو عدد الشخصيات المذكورة في النص هذا سؤال مهم سيطرح في كامل الفصول القادمة أو الدروس القادمة درس مهم جدا هو الشخصيات أو الشخص نلقى وإما الشخصيات يا إما الشخص يقولك ما هي الشخصيات المتحاورة في النص الشخصيات المذكورة أو المتحورة في النص هي أربع شخصيات كين التاجر وزوجته التاجر وزوجة التاجر هذا زوج وعندنا الجدة وعندنا المتسول الذي يسمى رمضان إذن هناك أربع شخصيات قال السؤال متى جرت أحداث هذه القصة؟ متى جرت هذه القصة؟ التاجر كان يخبئ المؤونة لرمضان إذن جرت هذه القصة قبيلة ما نقوله قبل بكثير قبل بقليل نقول قبيلة رمضان جرت أحداث هذه القصة قبيلة شهر رمضان الفضيل كيف كانت الغلال؟ كانت الغلال قليلة كانت الغلال قليلة لماذا كان التاجر يجمع الزاد؟ كان التاجر يجمع الزاد استعدادا لرمضان كان يخبئ المؤونة لرمضان لمن أعطت المرأة كل الزاد؟ أعطت المرأة كل الزاد للمتسول لماذا؟ لأنها ظنت أن زوجها يقصد هذا الشخص المتسول وهو رمضان ماذا قال التاجر عندما وجد المخزن فارغا؟ ماذا قال التاجر عندما وجد المخزن فارغا؟ صاح أينما جمعناه لرمضان؟ بما سنسد جوع وعطش يوم طويل هكذا قال التاجر لزوجته لماذا جاءت الجدة إلى منزل ابنها؟ إذن نعود إلى النص جاءت الزوجة إلى منزل ابنها لتقضي معه شهر رمضان المبارك لتقضي معه شهر رمضان المبارك ما الذي أضحك الجدة؟ ضحكت الجدة من قصة ابنها مع زوجته حينما أخطأت وظنت أن زوجها يقصد المتسول رمضان عاتبت الجدة ابنها ماذا قالت له؟ قالت له عجبا وخاطبته لائمة عجبا لك يا بني فكر قليلا فيما حدث فالله الذي رزق هذا السائل المعدم سيرزقك أنت أيضا من حيث لا تحتسب إن صبرت ورضيت بماذا أحس التاجر بعد أن سمع كلام أمه؟ أحس التاجر بالندم عندما سمع كلام أمه هل انتفع التاجر وزوجته بما جمعه؟ لا لم ينتفع التاجر وزوجته بما جمعه كيف كان شعورهما؟ كان متحصرين كان متحصرين متحا بالسين متحصرين بقي التاجر متحصرا إذن كان متحصرين على ما خسراه هل كان التاجر محقا في الدخار مؤونة رمضان؟ لا لم يكن التاجر محقا في الدخار مؤونة رمضان بماذا علينا أن نتزود لرمضان؟ ما رأيك في كلام الجدة؟ كان الأجدر بك أن تتزود لشهر العبادة بالتقوى وفعل الخير بماذا علينا أن نتزود لرمضان؟ إذن علينا أن نتزود لرمضان بالتقوى وفعل الخير بالتقوى وفعل الخير ما رأيك في كلام الجدة؟ كلام الجدة هو عين الصواب الآن قال اختر عنوانا يناسب النص عنوانا يناسب النص المرأة الطيبة ما نقدروش ديرو المرأة الطيبة رمضان كريم نقدرو نديرو رمضان كريم لأن النص يدور على رمضان فطنة المرأة هل المرأة فطنة؟ لا إذن ما نديروش فطنة امرأة هبة من عند الله نستطيع وضع عنوان هبة من عند الله لأن هذا المتسول وهبه الله من حيث لا يحتسب وهبه كل المؤون التي ادخرها هذا التاجر عندما أخطأت الزوجة فيه وظنته أنه رمضان الذي يقصده زوجها إلى هناك وخلاص معنا الفيديو تعلنها اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسنًا